المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة لا تزال الأسر الموصلية تتمسك بالخبز المحضر في التنور الطين ويعتبر الحاج أبو رغيد واحدا من أقدم العاملين في هذه المهنة ويحاول الحفاظ عليها باعتبارها ثراثا شعبيا رغم المعاناة والظروف الصعبة فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم المترجم للقناة هذه العقاوة نحن شننا بهذه هاي شوى بارك التنانير التنانير صارت حدثت صارت صارت ألافات السنين ومن بعدها جاءت منطقة ساقرة منطقة الموصل منطقة القديمة يسموها منطقة الكوازين اشتغلنا التنانير يعني أبا عن جد التنور يتكون منطين وتبن وهاي أخويا أول ما نعمل الجبلة الجبلة نعملها نكمل نخمر قبل بيوم نخمر الجبلة نرجع نقطع إلى قطع نشتغل ثاني يوم إلى يتكون التنور من أساس إلى فوقانية إلى وصانية أخويا ويكمل التنور التنور هي أنواع التنور يكون هو التنور الزغير والتنور الوسط والتنور الشبير والتنور مالأفران والتنانير الكبار أخويا ويصير علينا إقبال منطقة الموصل وخارج الموصل حتى المحافظات إقبال علينا على منطقة القديمة اللي معرفة يا منطقة الكوازين قديما نعم أول ما ظهر في منطقة الكوازين أبرت العوائل اللي يشتغلوا بها منطقة يعني مختلطة يعني يشتغل أبا عن جد قرائب أي واحد يتعلم التنور يشتغل التنور ما يشطل لأفلان أبا عن جد جدي أب والأب يشتغل التنور وجدي أب أم أشتغل التنور ووأنا ما نشتغل التنور والأحلانценür النور دائم نوت النور. هي منطقة هي اغلى بيت المصر هي استغلت لمنطقة الكوازين. ما اشتغلت بمناطق حي ولي منطقة الكوازين اللي اشتغل بيها هي تن نور. واشتغل بيها جافوف اللي هذي قيمة سي. واشتغل بيها الحبوب. واشتغل بيها الاتفايات. منطقة اثرية هي منطقة الكوازين تنور اول ما اصنع التنور منطقة الكوازين سلطان باشا سلطان تاويش اللي هو عمل تنور اول واحد اللي عمل بته الكوازين سلطان تاويش السلام من قراء ابنه اجدادنا. وبعدين اباها كلهم اشتغلوا تاني وتعلموا وصاروا السيدين واخذوا الشغل اي واحد من واحد وتعلموا. يعني السنانير اللي اول ما بدأت بالموصل وبمنطقة الكوازين بايمن الموصل. بعدين وين انتقلت? بعدين نحن انتقلنا على منطقة الساحل الايسر يسموها منطقة حي عدن. ما غايش كل واحد تحول الى منطقة بيت. يعني بيتي منطقة الكوازين. بنيتين منطقة العدن. بنيت بقيت ما يازي روحوا لي عن منطقة الكوازين اريد اشتغل. اشتغل منطقة هنا. على موضة المواصلات نوبة طريق مزدوط طريق ماكو نوبة تجوال هذي. نحن نشتغل هنا. هذ نحن اصالنا ثلاثين سنة احنا نشتغل بعدن. شنو اللي يتميز تان نور الموصلة عن بقية المحافظة. تان نور الموصلة يتكون ما ما يختلف اي اي نوعية. بس تان نور عندك مالكركوك يختلف عنه بس الطين. الطين مالكركوك مو مضاد النار. يسموه طين الاحمر. اللي شبعان مادة نفطية. مقاومته للنار يسير اقوى. مال افران يسير اقوى مقاومته ازادين عدنا. تان نجف. مالنجف. التنور ماتو يتكوم من عندهم. الطين مالهم البحري. نحن تنور نشغل عادية مالطين عادي. ما سموه مالبحري. الطين الاحمر. الاحمر نعم مالكركوك. يعني منطقة نفطية. مقاومته النار يصير اقوى. ما طين الاحمر. طين الاحمر. عندنا من الموصل ما يسير. نحن عدنا طين الاصفر والاسود. يعني تقريبا انه تقول اشوان رملي. اخويا ينخلط مع الاصفر مع الاحمر. واللي ارغزة بيا. اي طين لا هو اسود ولا هو احمر. الاحمر الدموي يطيق عدد بالتنور. ما يتحمل لا شمز ولا نار. يعني مساعدة تريد تحكيلي عن الآنية عمل اللي يعني اول ما تبدون. شنون تبدون اه بعمل التنانير. الطين من وين تجيبون. الطين يشتري منطقة قول جلي او الكرامة او الانتصار ما اضغل بعيدة. يجيبون بسيارات لي حد دينا. وشا سابقا ما كان قبل اسود. كان قبل نقول لك يعني قديما ما يقول لك كان قبل بحل تكرم بالسيارات تكرمون يجيبون يجيبون الطين على الغارات تكرموا على على اجلكم الله على على العجحاش. يجيبون غارات. وبعدها اطورت من الغارة الى سيارة برفوتات يجيبون. وبعدها استصاد اسكانيات. الطين اكثر شي المرغوب حاليا بالموصل. الطين الاصفر. الاصفر. لا هو شداد ولا هو حلال. لا هو شداد ولا هو حلال. مقاومة النار لا هو يشتعل ولا ميزنون. ما يجاك الطين اوصل يمكم بعدين اه شتسون. نقوم نقوم الطين على شكل جبلة نفتحها نخلي ببطنه ما يتنقع. يرجعون يقلبون رشون طين بالارضي. يرجعون يقلبون على على الطين ايه على التبن. يرجعون خلون فوقات التبن. يجبلوه يجبلوه الا اصير على جيناية. يرجعون ينقطوه على قطع. ندعوا الدعابيل يصفتوها من مكان. ثاني يوم نرجع نشتغل على منافس المناج يرجعون يخلطوه على الدكة. على شكل مادة أخويا يخلطوه خلط. يرجع يشتغلون يقوم يدقوه على ارتفاء دقلي بقريبا شبل اربعة اصابع او شوبرين يرجع يوقفوه على شكل على القاز. يرجعون السقل اول اسموها الاساس. وبعدين نرجعه ينشف التنور. يرجع عمله على الشكل الساقي. بتقعد القطعة الثانية فوقات وترجعة اللحم. يسموه المنطقة حي سموها الفوقانية. يرجعين نشف المنطقة الثالثة يسموها الفوقانية. التنور يتكون من 4 ثلreten قطع اخر قطعة يسموها الفتيلة. نحن عام مسائها العقال نحن نسموها الفتيلة. ما التنور انتهي. ينتهيه. والتنور الفرين يتكون من اربعة قطع وليس من ثلês قطع فلذا الدر fazit يتكون الى اربعة قطع الى اساس فوقانيها الفاقانيها وترجع الوصاني بالاخير. وترجع عندك هذه الخمس قطع. تنور ما الافران مرخوب السوق يعني التنور المنزلي عن الافران تختلف من حيث السمك ومن حيث الكبر ما لده السمك هذا يكون شيء وسط ما تمنون ما الفرن عنده على مقاومته للا بريامج يصير ما تقول يصير على سمك اذخن الطين قبل كان يغربلوه ما يتغربل الطين يعني قبل انت اشوف مثلا اهل القرى اهل القرى ولا رياه هما يشتغلون على العرب هذول النساء يشتغلون يغربلون او يغربلون التبن يعملون متطوز نحن ما عدناي الشي نحن نشتغل مباشر قبل هاذا مميزة اينا الطين اذا ينخل ادنا يعني اذا حجر نعم اذا على شكل وصق او فرش يجي ينخل شغلة عادية اخويا يرجع هذي شغلت للبيت خاص والتبني على المودة اشي ينتبني خشنة لا تشتغل بداخل النار ويصير فتحة من داخل النار ايش يقول نحن يتقول يتكسر من داخل النار يتنزك الخبز يشلع مع معطين اه نعم اه قلت بانه تنور المنزل عن الفرن تختلف من حيث السمك يعني ايضا يعني اكوش اكو قسم يستخدم الفحم اكو يستخدم القاز او مثلا قسم يستخدم الحطة بالموجود لا اقول لنا تنور ما ما البيت عادي بس على موضي السمك اكو يستخدمون الشغلة تنور عادي ما البيت واكو عندك تنور خبسوك اللي النساء اللي تخبز داخل داخل بيتها تبيع للمطاعم يصير تنور اكبر من هذا على يسمو تنور مشهداني تنور عريض بطن وعريضة يصير على شكل ناصي يصير على هذي اه تنور مشهداني وعلى بريامز بالنسفة للتنور يعني شين عن الضين نجيبه مثلا من مكان محدد ونجيب. ما عدا مكان محدد. يعني مكان نظيفه ما الطين. اي مكان يعني اسات المناطق اللي يجيبون مننا طين اي منطقة بياتين نظيف يجيبون نقول يا ابو في لاب مش كان اكو طين نظيف يجيبنا طين نظيف يجيبنا طين وصلتنا ما ريد على مدد الحجر الحجر تألوها تأثيره بالتنور الحجر اذا صار بداخل التنور أي نار راح يطقطق عندنا التنور يعني فطر فطر ومتكسر ما يتحمل النار عمر التنور يعني مش قد مثلا تتأخرون بيعني مصنع التنور واحد مثلا نحن نشتغل ما نشتغل معد التنور نشتغل ستة سبعة ثمانية نشتغل من الساعة بالستة الصباح إلى حد اللي داعش الصبح ونحزل هذا انتهت حسب الطلب وإذا أكو طلب على التنور يعني جابة على التنور لا يشتغل الكمية أكبر إذا كانت عندك تشتغل خمس سنين أو ستة تشتغل عشرة واثنائش درطاعش خامس سعش العشين يوميا معدل بس هي ما على فرض واحد أفراد واحد يد عاملة أكثر تصير عندك وإذا ما عندك بال عندك اثنين تنورين ثتين تشتغل تقول الحمد لله وشكرا هذو هل ينبقى ينبقوا الماء الرزق على الله يومية تبدون الصبح ساعة ساعة سبعة سبعة ساعة دينا شدة ندى بالساعة بس سبعة ونوص بالثمانية نخلص بيدا عش وإذا كان بالصيف إذا كان بالصيف نطع الساعة خمسة الساعة بتسعة تسعة ونص عم خلصين عش تانير ما لويس ولا لسه الدنيا صيف ما كوده متل الشتاء الصيف هو حارة حارة جو يبس التنور تنور الصيف ما متل تنور الشتاء تنور الشتاء يتأخر عندما اليابسان يعني تنور بالصيف يبس يوم واحد تنور الشتاء يومين عما يبس هيك طاية بس ما عدنا نار مخلين نار بداخل الساعة النار الداخل بس على مودي لنا شفان همور عند قطعة زايد قطعة يعني قطعة نقول نحن الأساس نشوفه بالنار نجي القطعة الثانية ونرجع نشوفه القطعة الثالثة نرجع نشوفه بالنار خاطي تحمى خاطر من دخلي شي قطعة فوق شي طي ما يتحمى القبع يقع يسقط حاليا المهنة التنور أو صناعة التنور بالموصل ربما آيل إلى الزوال يعني فقط مختصر على كم عائلة أو عائلة أو عائلتين أو ثلاثة أو محل محلتين أو ثلاثة شنو السبب؟ آه قوي سؤال التنور القديم التنور على شكل رح ينقرض ما هينا على شكل أجيال أسد أنا أسد أخوي أبني أسد يارب يشتغل التنور تعلم الحدادة الصور لما الابني يتعلم الحدادة ترك التنور يعني راح أثروا هذا انتهت يعني يقول لك أنا أشتغل الحداد وهذه التنور يوم ينباع ثلاثة يوم ما ينباع وصاحب العائلة ما يتعلم على شغل على شغلة وحدها يتعلم عدة شغلات يتعلم عدة شغلات يتعلم على الحداد يقول لك ما يشتغل التنور ابن قتيسة هم السيدين بطلوا التنور واحد منه سيغ تاكسي والأخها محدد منطقة الكوازين نفسه على يشتغل صار مدرس بكاذا يعمل بالتنور إذا راتبه خمسمية أو سبعمية وثمانية ثمانية مئة ألف ايش عن بالتنور يعني يجي لبشر ما يجي لها كل الكمية الزايدة من الفلوس يعني نقول الشراء المواطنين لتنانير قال قلي هذا الله يرحمه ما علي قل لك من يصير أزمة أو انقطاع الكهرب يصير اقبال على التنور أزيد يعني تنور يتجان تبيعه بعشرة وباثنوعة تبيعه بسبعة عشر وبثمنتعاش وبعشر يصير يصير اقبال عليه أزيد وطلبية يصير أكثر هذا إذا كان التنور علي يعبال وذا ما كان علي اقبال لا والله تبيعه بسبعة وبثمانية وبتسعة حده إلى عشر يتعاش هاذي إذا ماكو علي اقبال واذا علي اقبال لا والله يصير العشيه تنور ما يعني بشغل بأنه متوقف على الأزمة إذا مثلا توقف مثلا الغاز أو مثلا الكهرب كهراب إذا توقف الغاز التنور يصعد اتقا في الكهرب هم التنور يصعد النوبات اللهم هما يتوقف التنور لا يكا غاز كهرب أكو هم رب العلمي هم إنسانه هم اكو عالم تجري من من القرى منطقة الشمالية تستغرب التنور أزد منها الموصل الشمال كردسان يجي يشتغل تنور ميان يودع لكردسان يجي عندك هنا معاميل يجي يأخذ التنور يخلوا منطقة معينة ويوزعون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللاخ بالكرامة واللاخ بالتأميم يعني على شكل توزيع على شكل عندك معاميل هي وديله على الجملة هي جواب الجملة خلص يقول لك يا بو عمل لي جوء كمية ثانير يرجع يأخذ علىك يخلص يرجع كمية صور على جو أهل الجملة واذا ما عندك جملة لا والله رب العالم ما ينساك على المفردات هي تبيع نعم أسعار التنانير ذكرت يعني منريد تختلف من حيث الحجم لآليات العمل الحجم هي تنور وسط يختلف حقه حقه الوسط حقه 13-14 والأكبر يصير 15-16 وكو أكبر عشرين وكو أكبر ثلاثين مشاوي مازم السمج يسموه مشاو شوايا عندك تعمل الفرن الليكبار هذا حقه زوج مائتين مئة وسبعين يعني يختلف سعره عن سعر تركوك هذا التنور ما الأفران يختلف سعره عن سعره الوالناعم يتأخذ قريبا من الصباح لي العصر الزوجين ايه يوم كامل بالنسبة للتركيب التنانير داخل المنازل شنون آلية التركيب يعني مستعد تكو قصيم مثلا يخليه على القاع ميسر اكو قصيم فوق اكو قصيم على حجب التنور اكو نساء اكو تقل لك يا بانا رتائية قصيرة تنور قصير يعني على شكل تخليها على شكل طابوقة او بلوكة وتوقفوا على قاز ميالان على تسعين اخويا اذا قصيرة ايه نعم نعم هي طويلة وتعمل لك تنور قصير راح تطار ينكسر اخويا على شكل تسعين ميالان تسعين اذا زدت الحجارة من فوق من فوق الرأس تنزل تطلع من العيمة تنور هذا الشكل على شكل ايش نصير النار محوري الدائري واذا وقعتوا قاز تنور النار راح تضرب بالوجه وليس دائري يعني اما هما يكون التنور على شكل ميالان راح يمين ميالان ايش راح يصير لسا التنور راح ييش على شكل تضرب الحجارة ما تطلع من العين على شكل تسعين اخويا ويرجعين بني التنور على شكل طابوق او احجار او كائم من يكون بس على موضة التحشي يبنون اول شايف يرجعون يحشون للنهاية يرجعون يغلفوه من فوق يرجعون يسيعون او جاس او يسيعون بطين اذا من كان بنا على شكل كابينة عندهم يخلوهم مالبوخ عبطين واذا عندهم ما بلا كابينة على شكل على جوا من مطار لا يلبخوه بشو منتوان لقاطوهم بس اثم مالتوان يحافظ على التنور بلن ينقسر الماء ينقسر التنور من الداخل من الداخل ينقسر التنور من الداخل فخر اوه فخرانو يصين طين نار هادية ورا ما يسين نار هادية اخويا يسير من شكل من سواد الى بيار يرجع يسير التنور ابيض ثلج يرسع يمسحه ماي وملح اشكوا بسمات نعمة شي دخان اشكوا بسمات نعمة كلها هيتموت صور شون يرجع ينقبس التنور شغلة عادية يعني بان واحد اذا تبني التنور وترجع تسجيل التنور في انا واحد يرجع يقبس كأنما اول مرة صالوا سنين مبني التنور مقاومة التنور يقوم من سنتين الى ثلاثسين او أورو عشرين حسب البناء اللى هي اشكت بيناء قوي lin вжеل مدارات? طبعا حسب السعدة الاستخدام مالته قاوت التنور الفرن يقوم سنتين تسسين او 4 عشر يقوام ثلاث نة مالكاركوك يرسع يقوم م campaign يقوام ثلاث سين مقاوت التنور مالكاركوك السمك اضخان وزن التنور مالكاركوك 300 كلو نحنا وزنوا تقريب مئة وخمسين كلو يعني اكو فرق بيت النص ملك الكوك شكل على سمك ثخين تقريبا طاب وقايا التنور اذا كان سميك او رفيع يعني ما يحتاج مثلا فحم اكثر او مثلا التنور اللي الثخين طبعا تحتاج النار تصير اقوى عنده خاطر يصير النار اقوى خاطر يحمى التنور الوسط ما يحتاج النار قوية نار هادية وهو يرجع يخبس كأنما عادي بس التنور اللي الثخين لا والله يرادلوا النار قوي عما يخبز والتنور الثخين سريع ليحمى وسريع يبرد بالنسبة للتنور اكو بي فتحة تحت كو هاي شون هاي الفتحة يسموها تنفيس خاطر هوا يلعب بالدخل تنور تأخذ النار اذا سدها التنفيس مربع ما راح تأخذ النار راح اضلك همدى النار ببطنه ويتحبون في الوسط ويترجع ينطيف مهم هم تنفيس وهم يرجعون تنطيف ما تنور من الداخل بالنسبة للحاليا اكتر شي اللي غبال يكون من اهالي القرى القرى واحد داخل الموصل امم قليل داخل الموصل اذا يستخدمون يعني ما ايضا ازد من الاطحية والنواحي الاطحية والنواحي يستخدمون التنور ازد من داخل الموصل ازد من داخل الموصل الاطحية والنواحي يعني تقول شرقاط قيارة تركيف قرقوش حمدانية بحشيقة بحزانية اه اجد منطقة خزنة هذه وترجع لي فوق الشيخان فوق الشيخان هاي يسموه كلتها هاي تيجي تجي تجي على المكان تيجي تشري تنور مني هنا العوائل اكو قسم ترهب تنور الخفز التنوريعني بان خفز التنور السبب تنور الطين يختلف عن تنور الحديد هي ما هي السبενاته التنور الحديد الجرسة المتخلي في الجناية بداخل الطين بداخل التنور عنده كان نوع امتصاصة على الجناية امتصاص تطلع على الجناية هاشة وانما تنور الحديد ماذا ماكو عندك الامتصاص راح تجفو تبس القرس الخفز يعني دائما يرغبون تنور الطين ما العلم ودشني يصير قرصة دائما هشة وليس يصير عظم وصال صحي وذاك غير صحي يعني قبل قبل شنت شوف الخبز التنور اللي كانت مثلا امي تطلعها وتشوف يبيه فقاعات استعتماع بها اما هنا اجقد النار نار تنور حار طبعا رح يطلع فقاعات وحسب العجاية تخبز العجين اذا عجين مضبوط طبعا رح يطلع فقاعات واذا عجين من هذا لشو ما كاخرت لا والله ما رح يطلع بالنسبة يعني ما اكون عندكم ايضا معاناة بانه ايضا المهنة الوحيدة حاليا وآية للانقراض هناك ايضا يعني يحاولون يسدون المحلات مالتكم او شنو والله يقول تجاوز على على الاراضي الدولة ما البلدية يقول تجاوز لازم يشيلون تجاوز يا بقلنا نحن من نسبة لنتم نسبة لنتم اهل البلدية اوه الدولة نحن كاد حين عمال انتو عملنا مواقع ما العمل قولي يا بقى عندكم موقع افلام مكان عملكم مواصل خصصه النواء حتى الاستقبال على ايشار على العيجار ما شكل الدولة نحن هم ننطي ايجار احنا ما من جاوزين على الدولة الدولة على عين وعرض بس اشني الشغلة از يعملنا مخصص مكان يا اشو عنده القراجات مالسيارة هي عملت ايابا هالسيار، ثبتين غراجات انت يابا اهل التانير هذه منطقتكم مالتانير ضلوا من مكانكم سنوية هالقد مبلغ فلوس عليكم ايجار من الدولة مقابل الدولة مثل الساعة السوق الذهب اللي سوا مثلا وسوق المخضر سوق الذهب، ما يقول لك ساحات مالسيارات، ساحات الغاز يعني ساحات اهل الرمج، كمانتو هموقبال يقول يا با عندي اجازة مقابل الدولة هذه متجره مالدولة ماحي شيلوا بس يعني ما عدنا لا إجازة ولم يهزنون يعني حتى الدولة قلنا نحن نطيقهم حتى إيجار يقول إينا حنتم أنتكم إزالة أو لا يستغرب يعني تطلع لك أنت على الرصيف تتجاوز على الرصيف أو على الشارع يعني نحن ما نتجاوزنا على الرصيف على الشارع وكأن الله يحب المحسنين أنت في هالعمور ما تتعب بالعمل والله أنا بالعمور ما أتعب أشغل أشغل لي قد يزيد أشغل قاعد بطلا والله أموت ما أشغل 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 ممارس العمل لا والله جسمي 24 ساعة هي حركة رياضية وليس أي أهمالي يتقول هذا عركة كسر ما عرب 20 لا لا على شكل الحركة اليومية أشغل تحرك يوميا مثل الإنسان الرياضي أشغل يتحرك 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 يصير جسمه عيد الدم كله تنظام كلته بس أسا أنت قاعد البيئة تاكم تشرب من تنايم يعني ما أي جسم كل شي ما مستفاد حتى من لك المناطق ما مستفاد يعني تستلت بالعمل؟ أستلت بالعمل قني حياتي العمل للإنسان بل عمل ما يسول الشي الرصول على الله الصلاة يقول إذا لم تراجعون من المعركة يقولوا أكون جهاد الأكبر قالوا على أكبر من الحرب أكبر من الجهاد قالوا الجهاد الأكبر هو العمل هو العمل هو هذا الجهاد منا الجهاد أجيب خفزاتك تتاع معالدك الطعامه بالحلال هو هذا الجهاد منه لماذا يجعلون الفتيلة على التنور؟ هيا يسمونه الفتيلة لماذا يجعلون الفتيلة على الراس؟ يصير مقاومة والتنور يصير أخوى بالنسبة للسمك مالتها وإذا يجعل التنور على هذه الوضعية القبر لا ينشاري يعني القبر يتكسر التنور هاي المنطب يسمونه سموه لهذه الفتيلة وسموه العامية العقار مثل الجسر حتى يتطور؟ الجسر نعم ايو هاي هانشي ايه هاي سموه نستخدم كحديدايا نحن نسميه على شكل خطاف هاي الحديدايا نحن شونه بهاي هاي شونه بهاي هاي شونه بهاي هاي هاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشغلة يعني ما ظل اهتمام بيها وشغلة عتنقرض وهي شغلة يعني أبن عن جت هاي شغلتنا بالتنانير واكل عالم كتير من يرغبها ويحبها ويريدها بس اهتمام اظل بيها اهتمام اظل بيها شن الاسباب اسباب يعني نحن ما نقدر نشغل غريب بيها وهذي لازم منو بينا يشتغل بيها ومتعبة وماكو دعم عليها عرفت الشون فعن شوية عتنقرض الشغلة انا يقلك عن تنقرض وشغلة التنانير يعني تراثية قديمة والله صال لي تقريبا بالعشي سناني اشتغل بيها مناني طفل صغير تعرفو هي اخذتها كارعنا جدي وعن من ابوي ومن جدي ومن خوالي وولد عمي كلهم بيها في هاي شغلة التنانير مناني بديت طفل وستعويل ادي نفس الحالة استعويل ادي يمي ام نفس الحالة يريدوني ياخذوني الشغلة بس انا ما رحش اتجوم على الشغلة لأن متعبة متعبة وماكو اهتمام بيها لا لا ما بيها ربح تعبة ازيب من ربحها والحمد لله والشكر حاليا التنانير الكهربائية خلينا نقول الحديث هو تأثير شيء جزء قليل بس الكهرب اكثر بس اكو عالم ترغب اللي حد الان ويريدون جمعة القرى جمعة الشمال يوصلوني على التنانير يرغبوها لينبيه نكهة طعم يعني هذا الكهربائي تخبز به شوف وراه بشوية تلاقي يابس وخبز ماله اخ هذا بيه طعم بيه نكهة التنور هل يعني فقط تقتصرون على صناعة التنانير يعني متعملون اشياء اخرى لا لا بيه بيه شغلات مالفران تنانير كبار وبيها اه تفايات وبيها اه فران نشتغلها يعني اكو شغلات نواعم نشتغل عليها اتفايا كورة اه فران ما الصمون فهو حجام يعني تنور آيات العمل حديدة شفرة وبيدينا نشتغلها يعني لا جهاز ولا ما جهاز اول بداية نجي نحمينا ماي ونشتغل القطعة وعدنا شفرة وسط المال ماي ونشتغل بيه بدينا الاساس اول نبدأ بالاساس نشتغل اساسات نخلص مثل نشتغل الناس ستة نانير قبل الاساس يعني مظل الطين وشلون تجيبوه اش تسوون نجيب تراب ينقعوه يكومون الجبلة ينقعوه ينقعوه ينقع يجبلون الجبلة يتخمر ثاني نهار عادي قوم يقطع العامل من عامل اسموه جبال وبعدين يرجع الخلفة واشاقوية الديار الديار عادي قوم من يخلص الدواس ويخمرها يوم كامل ثاني نهار يجي الديار يقص وصلوا ويجي مدة عن نزلة يسموه الاساس ورا مرحلة الاساس تجي الفوقانية ورا الفوقانية تنشف شوية تجي الوسطانية خلص الوسطانية يجي الفتيلة البريم يسموه كامل التنور عادي نروجه يسموه العين واشاقوية يجهز عندنا التنور بالنسبة للتنانير اكو بالموصل يعني كل ما اقن اسمعون التنور لو مغتصر سابقا هو الأبي والأسا كان الكوازير رأس الكور يعني خوالي كانوا غادي بس من صار شغلة الاحدات وشغل الداعش ووراها التحرير وتعرف غادي الزخم كله القتال صار غادي والمناطق تعرف العالم تهجر فكل من طلع ينبيت ويشتغل يعني يعني خوالي يعني هم واجداد هم غادي بالكوازين كنا نشتغل لان شي تشتغل الطفل صغير بالجبلات غادي فبعد يعني كل من طلع ينبيت ويشتغل ولا الاساسية الكوازين سوق الشعارين اساس واسمه التنور كواز لانتأسس غادي اسم التنور كواز والله عائلة امت شثيرين بس ما لشخص لك شخص شخص رح احشي لك على جدي عبد الجبار اول ما بده عبد الجبار من اجدادي يعني ما لها شغلة من غيرهم يعني من اجدادي باشر بشغلة اخو عمو احمد احمد الرج فالكثير يعني الزلم على الله يرحم عمو هاشم من قرايبو وراجوك حسان امام يعني كلهم من الكوازين هذولا الناس طيبين مثل شرواكم والله يذكرهم بالخير والله العمل حاليا تمشيت الحال الحمد الله تمشيت الحال يعني ما تقول مثل قبل وطلبية علي الزخم ويريد ويرغب هسا علم اشتهى علم شاليش اثر علينا الوطني صراعا كارفول اكون من الاهل الداخل يقل لك ما عاد تجيب حطب وما حطب وشعل ما عرف ويخبزون على الغاز على الكهرب يمشون امرهم العافية رحم الله والدك وسائل الحديثة تجيب حاليا ما يلاحق لهم فيستخدمون تنور الوحل وطعامه او نفسي تفضلت انت اخويا طعامه اطيب فيرغبوا المطاعم بالنسبة لخلي نقول سؤال الاخير التنانير الموجود يعني ميومية جيات تشتغلون والله حسب والله هو معانات معانات والمعانات ما له تعبنا بالشتاء يعني عالما ينشف عالما يبس يتعب ولازم هذا مني بس التنور لازم تسخله وتجهزه للعالم فمعاناته متعبة بالشتاء حي المتعبة بالصيف لا بالله يعني بسعي بس فكمية التنانير متعبة صحيح ونقدر نشتغل كمية بس على قيولو شوان قيولو قيولو مني يتحرك الشغل وأكو طلبية عليه نقدر نشتغل كمية نقدر نشتغل 12-15 تنور يومية طبعا يصير كمية حتى نستعبو وشقوية بس من ماكو طلبية عليه ماكو زخم لا والله اشتغل 6-8 تنانير 5 حسب يعني قيولنا لان حي المتعب وما يسوي قيول بالشغل وما يشجع إذا من يمشي يمشي والله هو من ناحيتنا راح ينقرض عدنا بس هو ما ينقرض اكو من كثير يظلون استمرار عليه بس نحنا تعرف كبرنا واستفادة كثيرة وماكو دعم عليه وماكو يعني جدت لجنة همدة تتعمنا خلف الله عليك وعليها همراده ويعيدون نظام الله بس صعبة يعني صعبة تعرف اجيال هالوقت ما مثل اجيال هالوقت الساعة كلها دراسة وما دراسة ويردون يتخرجون يعني يقول لك يا باني اجي جيبني عطين انتو تعبتوا كسر ظهركم الساعة يعني اخوتي حتى عافوها الشغلة لانه واحد عنده فقرات اللاق عنده انزلاق اللاق قدة يكسر الظهر تعب والحمد الله وشكر واحد اش بس واحد الله ساتر عليهم سهله والحمد الله وشكر ولا ما السرزنقي لا والله ما المعيشة ما المعيشة والحمد الله نستخدم كحديداية نحن نسميها على شكل قطاف هال حديداية نحن شونا بهاي هاي شوى بالي اشتركوا في القناة موسيقى 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 اه mai اشتركوا في القناة احجبهم اليوم يا اشتركوا في الأخصيد نناسب المسيقى في المصيقى تنور الطين الموصلي موروث شعبي يقاوم الحداثة ويعطي للخبز نكهة خاصة لا تتوفر في الأنواع الأخرى ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم عسى أننا لرضاكم نستودعكم وإلى اللقاء